على طاولة مجلس الأمن تحضر الأزمة اليمنية مجدداً كأثقل ملفات الشرق الأوسط تعقيداً منذ بداية الحرب وهي حالة متأزمة لم تغادر مكانها من أربع سنوات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريفث وفي إحاطته للمجلس أعلن موافقة الحكومة الشرعية وجماعة الحوث المسلحة على خطة إعادة الانتشار في الحديدة بمرحلتها الأولى مؤكداً أنه يعد لبدء محادثات سياسية جديدة لم يحدد موعدها سيد رئيس مسؤولية الأولى الأساسية في الأشهر القائمة تكمن في تقليص الفوارق بين الأطراف من أجل أن يطلب منها عندما تلتقي أن تجيب عن أسئلة دقيقة بشأن طبيعة الترتيبات التي تنهي الحرب بحسب قرارات مجلس الأمن لغة التفاؤل المعتادة كانت حاضرة في إحاطة المبعوث وإن بوتيرة أقل حيث أكد أن العنف لم ينتهي في الحديدة ولفت إلى أن جميع الأطراف تدرك الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس قبل الانتقال إلى المسار السياسي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وفي جلسة الاستماع طالب أيضاً بوقف القتال في اليمن وأوضح أن اليمن يشهد أكبر عملية إغاثة في العالم مضيفاً أن ميليشيا الحوثي تفرض عراقيل على حركة الموظفين الأمميين نواجه عراقيل تفرضها حركة أنصار الله ونقدر قرارها مؤخراً بمنح تأشير الدخول الإضافية ونأمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التحسن تحركات أممية مكثفة إذن في طريق حل الأزمة اليمنية لكن في المقابل يبقى الصراع وغياب أي مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى إنهاء الحرب هو الأكثر حضوراً وهي دائرة مفرغة لم تغادر المشهد اليمني منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر